قيصص نجاح عديدة تؤكد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أضحت قبلة رئيسية لحاملي الأفكار والمشاريع الناشئة المديرة للدخل في مختلف جهة المملكة الاثنى عشرة وعلى رأسها جهة الدار البيضاء ستات التي تحتضن نسبة كبيرة من الشباب الطموح الذين يحلمون بخلق مقاولاتهم وإخراج أفكارهم إلى أرض الواقع بإقليم ستات نجحت الشابة زينب المصلح في تحقيق حلمها بإنشاء مشروعها الذي يهم تثمين مادة الحليب باعتبارها إحدى الثروات الطبيعية الهامة في المنطقة مشروع ساهمت في تمويله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 70% نجاح المشروع جعل زينب تطمح إلى تفسيعه عبر إقامة شراكات عشرة على المستوى الوطني من أجل تسويق المنتجات على نطاق واسع يتجاوز النطاق المحلي مما سيمكنها أيضا من تشغيل عدد أكبر من العمال الذين يبلغ عددهم اليوم عشرة أشخاص منهم على الخصوص أرامل ونساء في وضعية هشة نحن الآن بصدد البحث على شراكات وعلى مصادر التمويل باش نكبروا هذه الوحدة ما تبقاش مقتصرة فقط على الإقليم دينا أو لا على الجهة دينا علاش اللي ما تكونش وطنية ومستقبلا علاش اللي ما تكونش دولية إن شاء الله الارتفاع الملموس في عدد المشاريع الممولة هذه الثانة من المبادرة بالمقارنة مع السنوات الماضية يعود إلى الحملات التحسيسية التي نظمت على صاعد جميع المجالات الترابية بالإقليم لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عادية تمول ما يفوق مئة مشروع وهذا السنة اللي لاحظناها كتبان بأنه عدد المشاريع أكبر من السنوات السابقة وهذا الشيء راجع لأنه هذا العام كان عدنا إقبال كبير وذلك لأن التحسيس كان فعال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أصبحت إذن علامة فارقة في قطاع المقاولات الناشئة في مختلف العمالات والأقالم التابعة للجهة حيث تهدف إلى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وتقدم دعما مهما لهذه الفئة ومواكبتها في بلورة مشاريعها الخاصة